الله معكم أخوتي سلام ربي صعب قلوبكم مجد الأب والابن وروح القدس إلى هنا واحد أمين بدي أعيد الكل إن شاء الله سنة جديدة بتحمل فرح وسلام ومحبة وإيمان لقلوبنا جميعا وبدي أقول كمان إنه كل سنة هم تعودين إنه بيطلع كتير أشخاص من اللي بيتنبقوا بيسمى السنة على اسم ما مثل هالسنة سمعنا كتير إنه أحدهم قال سنة الألفان وعشرين رح تكون سنة الخطر البعض قال سنة الحرب البعض قال سنة المقاسة سنة الجوع سنة الحقد اليوم أنا أخوتي بدي أعتبر إنه هيدا السنة هي مثل كل سنة بين إيدان الله بين إيدان ربنا ومنعتبرها على طول نحن حياتنا مع الرب هي حياة فرح وخصوصا هيدا السنة اللي بدي تحمل اسم ألفان وعشرين إذا منلاحز كتير منيح برقم ألفان وعشرين منلاقي إنه في اتنين اتنين إحنا يعني اتنين سفر اتنين سفر اتطلع على شكل اتنين وخصوصا اللي بتكون بالفرنسي أو بالانجليزي بالحرف الأجنبي عنا بالرقم الأجنبي بتلاقوا رقم اتنين شبه ساجد يعني كأنه إذا واحد بيركع هلا وبيعمل هيك بيطلع شكله مثل رقم اتنين فأنا بدي أعطي اليوم هيك فكرة أو تعمل صغير إنه نجعل هيدا السنة اسمها مثل رقمة وسميها سنة السجود خلينا كلنا هيك أنا وأصدقائي واللي منعرف بعضنا خلينا نعتبرها سنة السجود يعني طبعا نحن ما عم نلزم فيه حدا إنما أنا بالنسبة لقلي رح تكون سنة السجود نركع على الرب الإله اللي هو ضابط الكل اللي هو خلقنا وتكون سنة السجود يا أخوتي سنة فرح سنة محبة سنة أمل لأنه مع الله نحنا ما منفكر بشي شرير وبدأ كمان ناخد آية من سفر الرؤية شوف شو حلو بسفر الرؤية هون بيقول تحديدا رؤية ثلاثة الآية ثمانية بتقول هأنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه خلينا نشوف الله فتح لقلنا باب ما في حدا أبدا يقدر يسكره وبيكمل كمان أي 11 بيقول هأنا قاتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك كل واحد منا خليه تمسك بجهاده خلينا نتمسك بإيماننا تحتى محد آخر ياخد المكافأة تبعيتنا بالحياة الأبدية تمسكوا بإيمانكم وإن شاء الله تكون سنة سجود خير علينا جميعا ينعاد عليكم